السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقات كوراس بورد زي ما تعودتم حلقاتنا فيها كل الحلات اللي تخص النادي الأهلي والزمالك وانديت الدور المصري الممتاز لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين يلا بينا على أخبار النادي الأهلي يعبر سنبا التنزاني ويلقنه أول هزيمة له في دور المجموعات ليصبح الجميع تذوق طعم الهزيمة النهاردة أداء جيد جدا للنادي الأهلي وأداء مرضي يعني بنسبة 80% على حسب سير المباراة وعودة حميدة للحاوي الحمد لله وإيجادة لأحمد رمضان بكهم والحمد لله على الأداء مشاركة مؤمن زكريا في تدويج شباب النادي الأهلي بكأس الخليج العربي لافتة جميلة جدا ومؤمن زكريا أيضا يزيم ملعب النادي الأهلي المصري لقطة عظيمة من شركة استداد نروح سريعا لأزمة مثيرة بين حسام البدري واتحاد الكرة بسبب راتب فينجادة كابتن أحمد شبير يفتح النار على اتحاد الكرة واللجنة الأحدية ويكشف أزمة حسام البدري بسبب مرتب فينجادة المدير الفني لاتحاد الكرة بجد راتب فينجادة المدير الفني لاتحاد الكرة الجديد هيبقى 65 ألف دولار يعني ما يعادل مليون جنيه مصري وأصلا مش هيعمل حاجة يا بلاش والله طبعا ده كان كلام كابتن أحمد شبير وبيهاجم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الأحدية أو اللجنة الثلاثية ولكن هو اللي ظهر قدامنا فكابتن أحمد شبير يعني بيقول له حرام ومش هيعمل بهم أي حاجة طيب أنا نفس أفهم أو نفس أعرف هيشتغل إيه ولا إيه لازمته فينجادة لو حد يعرف يا جماعة من حضراتكم يقول لي في التعليقات هو بيشتغل إيه أو اللي قابله كان كابتن محمود سعد كان شغال إيه يعني أنا ما عرفش يريد حد من حضراتكم لو عارف يقول لي طيب لكن مش بس كده ده أول أزمة مع وحسام البدري بسبب المرتب البدري عايز تساوى براتة فينجادة اللي هو مليون جنيه بتلا من 850 ألف في الشهر أنا شايف والله إن اللي اتنين تعبنين جدا ولا ليهم لازمة بس إحنا بنحب الشكليات وبنحب اللي يضحك علينا ولكن المحترم مالوش ما كان بيننا زي كابتن ربيع ياسين طيب بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي المهدي سليمان سوف أتخذ إجراءات مناسبة المهدي سليمان لاعب نادي برامدز الحالي والموقوف طبعا بنزل تويتا كده بيقول لك أيام معدودة وسوف أتخذ إجراءات مناسبة بناء على رؤيتي لحسم توجهاتي المقبلة وسوف أكون ردة الفعل وليس الفعل مهلة محارب وسوف نعود أقوى وأكد اللاعب مهدي سليمان إنه وافق على انتقاله إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل أزمته الأخيرة مع إدارة نادي برامدز خلال الفترة الأخيرة بصراحة هيكون يعني مفيد جدا جدا للنادي الأهلي طبعا مع محمد الشناوي إحنا كالنادي الأهلي ما عندناش بديل الشناوي كل الاحترام والتقدير لعلي لطفي ومصطفى شبير لكن قيمة أو مستوى الحارس مهدي سليمان أعلى من الاتنين طبعا أعلى من علي لطفي ومصطفى شبير نروح لاتحاد الكرة أيضا يفرج عن مستحقات منتخب الشباب لمن لم يتم توقيع العقوبة عليهم رسميا بعد أربع شهور طبعا لما الدنيا هاجت عليهم بعد عقوبات كابت الربيع ياسين بالمناسبة كابت الربيع هيقدم شكوى لاتحاد الدولي ولمحكمة الرياضية بسبب عقوبات منتخب الشباب نروح لنادي الزمالك وأسامة نبيه يتوعد لزيزو وأبو جبل بغرامات مالية كبيرة أسامة نبيه مدرب العام لفريق الكرة بالزمالك حذر تحذير شديد اللهجة إلى أحمد سيد زيزو وأبو جبل بسبب أفعال بعض أفراد أسرتهما وخرجهما عن النص ببعض الألفاظ طبعا أخو أبو جبل شغال انتقادات وإساءات لجنش وإساءة للحارس التالت لنادي الزمالك اللي هو محمد عوات والتطاول عليه بالألفاظ على السوشيال ميديا فقال لك يعني في غرامة كبيرة جدا لو وحد من يعني من الاتنين اللي أنا ذكرتهم دول طلعه يتكلم وهان أي حد والنحية التانية والد زيزو أيضا شغال على طول في الاستمرار في تسريحات إعلامية واللي بتسيق لنادي الزمالك وتشعر الغضب جمهير ندي الزمالك سيتم معاكبته بغرامة مالية نروح طبعا يعني والد زيزو يفجر مفاجأة من العيار ثقيل قال لك لا مفاوضات في الوقت الحالي من الزمالك لتجديد عقد نجلي واللعب مستقى جدا لحد اللحظة محدش قاعد معاه وفي تجاهل وطبعا كل ده بسبب أن اللاعب طالب بزيادة العقد بتاعه اللاعب يحق لي الانتقال لأي نادي أو التوقيع لأي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة بإذن الله طيب هما كده لحد الوقتنا هذا جماعة ما حدش اتفق مع اللاعب ولا حد جدد معه شايفيني الأهلي الأهلي جدد مثلا مع ديانج إيه أكرم إيه يعني جدد مع نجوم الفريق قبل ما ينتهي الموسم بتاعه أصلا يعني قبل يكون لساهم في عقدهم سنتين أو تلاتة وبينجدد بسم الله ما شاء الله لكن هما دلوقتي لو أحمد سيد زيز ومضب في الشتاء القادم للنادي الأهلي طبعا يطلع يقولك النادي الأهلي خطف اللاعب والنادي الأهلي عمل ولكن هما اللي بضيعه اللاعب بينهم سفاح المريخ النادي الأهلي يراكب أربع لعبين في دور أبطال إفريقيا لجنة التخطيط في الوقت الحالي بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح بتراكب أربع لعبين لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم الجديد طبعا في ظل رغبة موسيماني في تدعيم الصفوف بشكل مثالي وسد نواقص الفريق خلال الفترة المجبلة أول لعب اللاعب لويس ميكسويني اللي هو ميسي تنزانيا ميسي سيمبا التنزاني تاني لعب بيتر صفقة الأهل المنتظرة مهاجم فريق سانداونز لعب الثالث محمد عبد الرحمن الغربال هدف الهلال السوداني وسيف تيري تفاح المريخ السوداني اللاعب عنده خمسة وعشرين سنة بيلعب مع منتخب نصور الجديان بيلعب مع منتخب السودان نروح لنادي الزمالك والزمالك يعرض مليون وسبعمائة ألف دولار على بنشارك للتجديد يحق أيضا لللاعب أشرف بنشارك التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون العودة للزمالك عقد من شارك حاليا مليون وربعمائة ألف دولار في الموسم وقررت إدارة نادي الزمالك رفع حكيمة العقد تلتمائة ألف دولار سنوية نروح لأخبار الترجي التونسي بين الإصابة والإيقاف الترجي يفقد العديد من اللاعبين أمام المولدية بين رمضان حمدي بن الجاز غيليان الشعلاني مجدي تراوري المدرب المساعدة للترجي أعلن أنهم قرروا راحت بعض اللاعبين المهددين بالإنذار الثالث والإيقاف محمد علي العقوبي محمد أمين إلياس شتي سيدريك جوبا للإصابة وليام توجي احتمالية غيابه للإصابة كلبالي إصابه بكورونا أيضا المدير الفني لنادي الزمالك كارسيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث أسنغالي رأس المار مجنش وابو جبل الرجل ضم أبو جبل بعد عقد قرانه بصراحة موضوع عقد قران أبو جبل مش وقته ولا ده الوقت المناسب طبعا لعيب حر ولكن ده لو لعيب في النادي الأهلي كنا قدرنا نعتب عليه ونحزم بيضم جنش وأبو جبل وحزم إمام وحمز المثلوثي ولوينش ومحمود علاء محمد عبدالغاني ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وطرق حامد وفرجاني ساسي شيكابالا أوباما زيزو بن شرقي اسلام جابر حميد أحداد مروان حمدي ده القائمة اللي بتضم لعيبة نادي الزمالك لمواجهة تنجيث أسن غالي غدا بإذن الله ونتمنى التوفيق لفريق إن شاء الله الزمالك المصري بإذن الله الشكوك حول حول لحاق اللاعب جونيور أجاي نجمي النادي الأهلي بمباراة الزمالك اللاعب يعني جاله شد عضل في المباراة وطبعا احنا عارفين شد العضل في النادي الأهلي بمثابت يعني شهرين ثلاث شهور زي ما انت عاوز تقوله اللاعب بالمناسبة بيروح يتعالج في بلده هناك وبيرجع أفضل يعني اعتقد كده غيابه من ثلاث أسابيع لأربع أسابيع إن شاء الله أجاي ويرجع لنا بألف سلامة بإذن الله يرجع بعد العيد إن شاء الله بنور كده أبو خالد ونرجع للبطولات من تاني بتمنى ما كنتش طولت لحضراتكم لو طولت باعتذر شكرا جمهور كورة سبورت وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص شكرا جمهور الكورة المصرية بشكل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته